وننتقل الآن مشاهدين إلى زميل أحمد الفيوني من محافظة قنة حيث مشاهدت محافظة قنة العديد من الطورات التي سيطلعن عليها زميل أحمد إليك كلمة أحمد نعم يا فيروس صحياتي لك وتحياتي لمشاهدينك الكرام بالفعل كما ذكرت أتواجد في محافظة قنة وتحديدا من داخل قرية الدهثة التابعة لمركز فرشوت شمال محافظة قنة حيث تشهد هذه القرية اليوم القفلة الطبية المجانية في متعددة التخصصات الطبية والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان هنا في المحافظة للقرى الأكثر احتياجا تعلمي فيروس أيضا أن هذه القوافلة الطبية المجانية هي أحد خدمات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتهدف القرى الأكثر احتياجا هنا في المحافظة لتحسين أوضاع الأسر الأولى بالرعاية وبالتالي توفير الخدمات الطبية المجانية لكافة المواطنين هنا في القرى الأكثر احتياجا ومن ثم توفير حياة كريمة لهؤلاء الأسر هنا في محافظة قنة للمزيد من التفاصيل دعيني فيروس استقبل معك وعبر الهواية مباشرة الدكتور أحمد علي مدير القوافل الطبية هنا في مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنة دكتور أحمس البداية يعني لو تطلق على تفاصيل أكثر هنا على هذه القافلة أعداد التخصصات في هذه القافلة أعداد المواطنين الذين أقبلوا بالفعل على هذه القافلة الطبية مدى رضا المواطنين هنا على الخدمات المقدمة في هذه القافلة أولا بنرحب بحضرتكو معنا هنا في قرية الدهسة مركز فرشوت نحن النهاردة تاني يوم في فعاليات القافلة الطبية في قرية الدهسة مركز فرشوت حياة كريمة نحن عندنا النهاردة سبعة تخصصات إن شاء الله تمام من البطنة العزام الأطفال الجلدية الجراحة تنظيم الأسرة والنسا نحن تاني يوم زي ما قلت لحضرتك نحن أول يوم إن شاء الله بإذن الله يعني غطينا 553 حالة بواقع 149 بطنة عندنا 115 حالة عزام 102 حالة أطفال 37 جراحة 38 نسا 14 حالة تنظيم أسرة بإجمالي 553 حالة إن شاء الله نحن المرة دي تاني مرة نبقى موجودين فيها في الدهسة نحن كنا هنا في شهر اثنين ونكرر في شهر ستة زي ما أنت شايف حضرتك نحن طبعا قرى حياة كريمة والليان بودرة السيد الرئيس عبدالتاح السيسي وتحت رعاية لوعة المحافظ أشرف الدودي ووكيل وزارة الصحة عندنا الدكتور راجي تاودروس صالح بيوجهنا بمعنى أصح نحن الأماكن اللي زي كده اللي محتاجة خدمة طبية مكسفة تمام وتبقى بعيدة شوية برضو عن المستشفات المركزية نعمل فيها القفلة مرة واثنين وثلاثة خلال السنة فبعون الله إحنا الدهسة ديها تغطيناها مرتين لحد دلوقتي تمام خلال الفترة اللي جاية من شهر ستة لحد شهر اثنشر إن شاء الله عشرين وواحد وعشرين ممكن تتضاف برضو المرة تالتة ومرة ربعة كمان حسب سيد الرحمد يعني كيف رصدتم رضا المواطن هنا في هذه القرية المقبل على هذه القفلة ويعني ماذا عن الإجراءات الاحترازية اللي أنتوا اتخذتو موها هنا في هذه القفلة حماية للناس والمواطنين الذين يقولون على هذه القفلة هو الناس طبعا بسم الله ما شاء الله برضو متفهمين من القصة إحنا كوفيد تسعتاشر دوت يعني حاجة لا تخفى عن الناس عن طريق وسائل الإعلام طبعا في التلفزيون الناس عندها فكرة طبعا كويس جدا عن الحاجة اللي هي ممكن لو نقدر الله حد يتعدى أو كده يبقى فيه مشكلة طبعا زي ما قلت الحراج دي تاني مرة فإحنا فيه ناس بتجلنا بناءا برضو على المرة الأولانية الناس دي جات لنا أول مرة عملنا تقريبا أكتر من ألفين حالة خلال اليومين لقبال طبعا كبير بنحاول برضو مع الناس بنوعي الناس عن طريق الثقافة الصحية بالإجارات الاحترازية والتباعد عندنا في أثناء الكشفة أو أثناء حتى أطع التذاكر يبقى فيه مسافات مبين الناس وهي واقفة بتاع تذاكر العيادات مبقاش فيه تزاهم على العيادات الناس الحمد لله متقبلة ومتفهمة الكلام ده كله بصدر نرحب ما فيش أي مشكلة مش هدلاقي حد من غير كمامة طبعا دي أقل حاجة طبعا في الإجارات الاحترازية والتباعد طبعا دي أهم حاجة هل يعني هناك مثلا يكتف هنا في هذه القافلة بيئة الكشف الطبي فقط ولا هناك أدوية يتم صرفها للمواطن عندما يكشف يعني على أي تخصم التخصصات المطلوبة نصف أندم هي خدمات القافلة بوجه نعم أول حاجة الكشف مجاني صرف العلاج مجاني الكشف المبكر عن الضغط أو السكر ده حاجة ضمن المبادرات طبعا الرئاسية اللي بتطرح لكن هي عندنا في القافلة إحنا دي حاجة ثبتة أي حد مثلا أقل من 40 سنة بيتعمله كشف مبكر عن ضغط والسكر بحيث يكتشف أنه عنده حالة ضغط ارتفاع في السكر أو ارتفاع في الضغط تمام بيتوجه لو هو تابع التأمين الصحي موظف معنى صح يعني بينواجهه الأقرب المستشفى بيتابع معه لو هو يعني معنى صح ما بيشتغلش بيتعمله قرار لنفقة الدولة وقتي في موجودة الخدمة دي موجودة في القفلة ما بنحتاجش منه غير صورة بطاعته ربما هناك حالات يعني تحتاج إلى تدخلات جراحية في حالة وجود حالات يعني تحتاج إلى بعض تدخلات جراحية كيف يتم التعامل مع هذه الحالات دي فانديم تدخل تحت بند اللي هو التحويل تحويل لقارب مستشفيات بتقدم الخدمة دي يعني مثلا كمثال مثلا في حالات جراحة بتحتاج تدخل جراحي فتاء مثلا أي نوع من أنواع تدخلات الجراحية إحنا بنحاوله لقارب مستشفى من عندنا فيها القصة دي أو بتقدم الخدمة دي بمعنى أصح فزي ما في نفع الدولة في تحويل المستشفيات لأي حالة طرأب معنى أصح يعني يعني لسه ما قدرش نعمل لها خليه استنى مثلا على القرار النفع الدولة وكده لا بيتحول الوقتي يعني في نفس اليوم بيتحول نسألت حضرتك النهاردة للمواطنين في هذه القرية وفي القرى التي يجوبها يعني عدد من القافلة الطبية ليه الإقبال على مثل هذه القافلة بص يا فندم يعني لو راحوا القافلة حيلاقوا كل حاجة هم عايزينها بإذن الله إن شاء الله يعني أي حد يشكي من أي حاجة القافلة بتوفر معظم التقصصات أهم حاجة التعاون لا أكثر ولا أقل اللي هو الاتزام بجراءات الاحترازية كده احنا يعني حنقدر نؤدي الخدمة على أكمل وجه والناس كلها هتستفيدوا مش هيبقى فيه أي مشكلة من أي نوع من الأنواع إن شاء الله أحب أضيف برضو لحضرتك حاجة احنا مش خوافة للطبية بس كشف بس إحنا معنا جهاز أشعة متنقل طبعاً بتتبع العيادة العظام وعيادة الأطفال وعيادة الجراحة برضو ممكن أي حال أي عيادة من العيادة دي تحول حالات تمام لجهاز الأشعة دوت أو لقسم الأشعة دوت موجود معنا في القفلة ثابت إن شاء الله بنقدر نعمل الأشعة للمواطن وهو مكان مش بيضطر أن هو يروح مثلا لمستشفى جنبه أو كده طبعاً تعرف جهاز الأشعة ده عايز مكان كبير وكده نحنا معنا حاجات متنقلة حاجات خفيفة جهاز الأشعة متنقل بيتيح لنا خدمة الأشعة خلال مكان القفلة برضو يعني ما بيتعبش الناس بمعنى صح وحالات العظام بالذات شكراً جزيلاً على كل هذه التفاصيل إذن فيروس كان هذا هو لقاؤنا مع الدكتور أحمد علي مدير القوافل الطبية بمدير الصحة وسكان هنا في محافظة قنة حول فعليات هذه القفلة التي يتم تنفيذها اليوم في أحد القرى الأكثر احتياجة هنا في محافظة قنة قرية الدهثة التابعة لمركز فرسود شمال محافظة قنة وعود إليك فيروس مرة أخرى في السوداء زميل أحمد الأفيوني مشكرك وشكرك ضيفك الكريم كنتما معنا مباشرة من قنة